اليوم كان فيه اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بحضور لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى والتخطيط العمران هذا الاجتماع ربما بيختلف عن الاجتماعات السابقة التي عقدها الرئيس مع مجموعات وزارية نوعية أو متخصصة لأن ما ضار في هذا الاجتماع ومخرجات هذا الاجتماع ربما تكون جديدة إلى حد كبير الرئيس راجع الموقف العام للمشروعات الرئيس راجع الموقف العام في ضوء المستجد اللي هي كورونا المستجد وكيف يتم العمل وهل يمكن أن يتم العمل وآلية إتمام الأعمال لكن بعد نهاية الاجتماع قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يلي تأجيل جميع الافتتاحات للمشروعات القومية الكبرى والتي كان مخططا لها أن يتم افتتاحها في عشرين عشرين وأعني تحديدا في شهر يونيو عشرين عشرين إلى نفس المدد الزمنية في عام عشرين واحد وعشرين بينسحب هذا القرار على العاصمة الإدارية الجديدة والتي كان مزمع ومخطط الانتقال إليها في شهر ستة القادم تأجيل هذا النقل أو هذا الانتقال تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى العام القادم تأجيل افتتاح متحف الحضارة المصري إلى العام القادم إذن الرئيس اجتمع واستمع وتناقش مع الرئيس الوزراء والمجموعة المختصة وكان القرار هو تأجيل كل الفعاليات إلى العام القادم وأكد الرئيس بشكل حاسم وواضح لرئيس الوزراء بأن الأعمال التي ستعود أو عادت أو جارية الآن لابد من ضبط كامل وموثوق به في آلية التعامل في ظل احتياطات طبية تأمن لهؤلاء الأمن والسلامة في ظل تفشي وباء كورونا